تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة مارب من ضبط 484 كيلو جراما من الحشيش المخدر خلال العشر الأيام الماضية آخر شحنة كانت قدرها 320 كيلو جراما أثناء محاولة تهريبها إلى ميليشيات الحوث الإرهابية واضح قائد قوات الأمن الخاصة بالمحافظة العميد سليم السياغي أن النقاط الأمنية ضبطت عددا من المتهمين الذين حاولوا تهريب تلك الشحنات وسيتموا حالتهم مع المضبوبات إلى الجهات القضائية لينالوا جزاءهم الردع